قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن أكثر من 345 مليون شخص حول العالم يواجهون خطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي مشيرا إلى أن من بين الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر هم اللاجئون الذين نزحوا قصرا من بيوتهم وتركوا الحياة التي اعتادوا عليها وأضاف جلالته في خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن اللاجئين في الأردن يشكلون أكثر من ثلث السكان وقد أدى تخفض الدعم عنهم إلى إلقاء حياة الألاف في دوامة من الخطر وعدم اليقين وأشار جلالته إلى أن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة لكن وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم وحول القدس قال جلالته إن المدينة المقدسة ما زالت بؤرة للقلق وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية هذه المدينة مبين أن مسؤولية حماية القدس كمدينة للإيمان والسلام لأتباع الديانات تقع على عاطق جميع دول العالم